تعالوا بقى نروح لموضوع مختلف حبتين وهو الحدث الابرز اللي حصل امبارح طبعا حفل The Best اللي بينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في مدينة زيوريخ السويسرية تم تكريم اسطورة كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه في يعني انطلاق فعاليات هذا الحفل وطبعا كل النجوم كرة القدم كانوا حاضرين وكلهم اتكلموا عنه وعن تاريخه وقد ايه كان شخص ملهم وانه سيبقى وسيظل خالد الزكر طوال العمر كلهم اكدوا على التفصيلة دي تم الاعلان طبعا عن جوائز الافضل فاز ميسي بجائزة افضل لاعب في 2022 وفازت اليكسا بوتيس نجمة بارسلونة كافضل لاعبة في العالم فاز ليونال سكلوني المدير الفني لمنتخب الارجنتين بجائزة افضل مدرب وسارينا ويجمن مدربة منتخب سيدات انجلترا تفوز بجائزة The Best افضل مدربة فازت كمان الانجليزية ماري ايرس افضل حارسة مارما ويفاز الارجنتيني ايمليانو مارتناز بجائزة افضل حارس مارما الكلمة اللي قالها بقى يعني اثناء الاحتفال كانت الحقيقة يعني كلمة مؤثرة جدا وتستحق التأمل قال خلال كلمته اللي استوقفت ناس كتير الحقيقة قال يعني اكلم عن اسرته قال والدتي كانت تنظف شقق المباني لساعات طويلة كل يوم والدي كان يعمل ويكافح من اجلي لذلك هم قضوتي في هذه الحياة وطبعا يعني اكيد الكلام ده ينتبق على كثير من اهالي نجوم كرة القدم حول العالم دي دايما وراها قصة تضحيات كبيرة من الاب والام توق كمان البولندي مارتن اولكسي بجائزة بوشكش لأفضل هدف في العالم خلال حفل The Best وبالمناسبة هو احد اللاعبين مبطوري الاطراف وسجل هدف رائع الحقيقة قال انه بيشعر بالسعادة البلغة وانه لم يتخيل ابدا في اي يوم من الايام ان يحصل على جائزة بوشكش لأفضل هدف في العالم واهدى الجائزة دي لعائلته واللي زملائه واللي ساعدوه كتير عشان يحقق هذه الجائزة كمان الجمهور الارجنتيني نفسه اخد جائزة افضل جمهور في عام 2022 اما منتخب العالم فطبعا ده حدوة كبيرة افضل 11 اللاعب في العالم لعام 2022 طبعا من ضمن الاسماء اللي زكرت اسماء كلها منطقي جدا هي تكون موجودة يعني يعني طبيعي جدا نجوف في كورتوة في حراسة المرمى اشرف حكيمي فان دايك دي بروين ميسي ميبابي بنزيمة هالند فالحقيقة يعني ال 11 اسم مفيش اسم ممكن نختلف حوله كتير مفيش اسم ممكن نقول لا لا ده في حد تاني اولا لا دول التقايل يا عالم يعني دول التقايل بالمعنى الحرفي